وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدة تقارير صادرة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشرعية كما تم إحالتها للجان المختصة خلال الجلسة تمت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد مجلس النواب الجلسة الحادية والخمسين لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة بجدول أعماله وخلال الجلسة العامة وافق مجلس النواب على عدة تقارير صادرة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشرعية كما تم إحالتها للجان المختصة وشهدت الجلسة موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع ياده موافق الموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائيا يتفضل برفع ياده موافق السادة العضاء حيث أنه قد توفرت الأغلبية اللازمة الموافقة على هذا المشروع بقانون لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا وخلال الجلسة تمت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك أنا حبيب أبد موافقة بمشروع القانون حقيقي لأن مشروع القانون لأهداف أساسية أولا أنه هيتم تشجيع الصدرات المصرية الموجودة ثانيا أنه هيتم قيامة كتاعة تصديري زراعي صناعي تجاري وخدمي وده أظن أن الشارع المصري محتاجه الفترة هيكون في تسهيلات ائتمانية وقروض للمنشآت والمشروعات الزراعية الموجودة وفي نفس الوقت الصناعية القائمة بغرض التصدير وأظن ده هينعش الاجتصاد المصري في الفترة القادمة وشهدت الجلسة الموافقة النهائية لمجلس النواب على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة للخط الأول لمتر الأنفاق بالقاهرة مرحلة التحديث الأولي بشأن زيادة المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كما وافق المجلس نهائيا على القرار الجمهوري بشأن اتفاق منحة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمتر أنفاق القاهرة طبعاً هذه المنح حقيقةً بتصب في مطلحة تطوير منظومة النقل التي اتخذتها الدولة لتطوير هذه المنظومة وأنا بوافق على هذه القرارات والخاصة بالمنح وخلال الجلسة العامة وافق مجلس النواب نهائياً على تقارير لجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن قطاع البترول والثروة المعدنية هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 20 من يونيو الجهري ترجمة نانسي قنقر